شهدت محافظة بن سوي في عهد الرئيس السيسي إنشاء مجمع لصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياد العرب شرق النيل بتكلفة بلغت 856 مليون و 62 ألف جنيه سهم المصنع في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة فضلا عن توفير احتياجات الأسرة المصرية شهدت محافظة بن سوي في عهد الرئيس السيسي إنشاء مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياد العرب شرق النيل بتكلفة بلغت 856 مليون و 62 ألف جنيه ليصبح من أهم الصروح الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة ومن بين أهم تلك المصانع التي تم افتتاحها داخل المجمع مصنع الهزاز للصناعات البلاستيكية نحن طبعا جئنا هنا في بن سوي فيه لما الدولة طبعا سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لما نزلوا المجمعات الصناعية في سبع محافظات كبداية في سنة 2021 أخذنا وحدة 540 متر اشتغلنا بها بعدد اثنين مكينة الحمد لله تعالى قدرنا نوفر عدد من فرص العمل للعملين هنا في بن سوي فيه وده كدورنا احنا كمستثمرين يسعى المصنع إلى إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة فضلا عن توفير احتياجات الأسرة المصرية من الأدوات المنزلية بصورة آمنة هدفنا أننا نساعد سيدي البيت في منتجات أفضل وبأسعار مناسبة جدا للجميع الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الناس اللي بتساعدنا في الدولة يدرنا الحمد لله أننا نصدر لأكتر من دولة رحنا معارض برضو في الخارج منها كان آخر معارض رحناه كان معارض في المغرب وحققنا فرص كويسة بره الحمد لله رب العالمين كما نجح المصنع في التصدير إلى الخارج وتوفير العملات الأجنبية وهو ما يتماشى مع إطار السياسات العامة للدولة من تعظيم الصادرات لما عرفت أن الرئيس فتح المجمع هنا فجيت وسألت على شغل وليت فرصة عمل في المصنع هنا ومن المعامل الكويسة حبيت المصنع وحبيت الشغل فيه فرد لنا هنا تي فرصة أن أنا الصبح أجي أشتغل أليم وصلات وأول نباجي هنا بيبقى في وقت بتغدى وانا لما هنا جيت وانا شغل هنا لها سنتين وحبيت المصنع هنا تي يعني إحنا ساعدين به ويحتوي المخطط العام للمنطقة الصناعية في بياض العرب على ثماني مجموعات صناعية على مساحة 750 فدانا وتحتوي كل مجموعة على عدة صناعات متكاملة ذات خصائص ووظائف متشابهة لدعم بعضها البعض بما يحقق الأهداف العامة للمنطقة